يلا بينا نقول المقدير اول حاجة كده معي كوباية دقيق اللي هو الاصمر وكوباية ايه كوباية سميت اديه الاصمر اللي هو بتاعي ضايت وهي يعني حوالي كده معلقة بكنك بودر ورشة ارفا وهي رشة ملح كده زغيرة بس كده نقلب بقى كل المكونات كده ببعض مقديرة بسيطة جدا وانا ان شاء الله كده كل يوم اعمل حاجة لكحك العيد وكده عشان ما ينفعش ان احنا ناكل كحك من هو بيتباع بره وحط كمان معلقة عسل نحل صغيرة ممكن نحط بقى تلت معلق زيت زاتون انا معي هنا يعني خدت كده كده زبدة صغيرة يعني حوالي معلقة سيحتها كده واحط كمان يعني معلقتين زيت زاتون ومعي بقى لبن يعني دي كباية لربع لبن حط كده ايه بالتطريق ولو لقيت كده كويسا مش هحط تاني هيدوك بس تبقى ايه العجينة تبقى طرية بس حيطة حلو قوي انا بحب بشمي كل حاجة بعملها ايه كده انا مش هحتاج ايه آآ لبن تاني او ممكن نحط آآ لبن على مية اما لبن بس العجينة لازم تبقى طرية عشان ما تشققش كده مننا مش بنسيها بقى تخمر ولا حاجة بنعمل منها على طول ومعي بقى انا ايه اجرب كده بقى لقيت الشكل ده كده عندنا في البيت فقلت ان انا اعملها كده ايه بالشكل دوت في شكل تانية برضو طريقة تانية ورهالكم آآ سهلة برضو عشان دي لو مش موجودة يعني ايه عندكم بازن الله يعمل بسكوت وآآ كمان آآ بدفور وآآ كحك دي كده معمولة واريكو كمان واحدة تانية ايه تروحوا مبطتينها وعملين فحرة في النص وتاخدوا حتة ملبن من ده كده واريكو حطينها ايه في قلبها واريكو مقفلين عليها وممكن واحدة تانية بقى نحط فيها عجوة وواحدة عجمية وواحدة جوز ولوز وندورها كده ونبطتها واريكو نقشينها كده والرص بقى ايه في السك احنا رصي كم سجس التانية زي ما ليطلع يااختي دول هيتلعوا اكتر من اتنشر سجن شاء الله تاند ممكن نفعص معك تفعصي قولي تبطتي الحتة كده وبعدين تنقشيها وانا كمان يا تاند طب ماتيالا يااختي خدي حتة عجينة وتمراني مهنا عرفنا نعمل للعجينة ازاي وازاي نفرقها يعني احنا كمان ممكن دلوقتي نعمل كحك الواحدين يلا بنا بقى ايه اوريكو التاريقة التانية نجيب كده اا ورق زبدة يقام كيس اا نايلو اهم حاجة ان احنا نحطها كده عشان ايه ان نعرف نفردها كويس طرق دي برضو سهلة جدا اا ممكن نغطي العجينة اا عشان ما تنشفش مننا يعني نفردها كده لحد مرة فاحة خلص يعني يعني ما تبقاش العجينة اا تخينة قوي ولا رفياها قوي وبعد كده بقى نحط العجوة الطرقة دي سهلة جدا عشان نجي لو بتاعة المعمولة دي الاشكال دي يعني مش متاحة عندكم وتعملوا الطرقة دي سهل قوي قطع بقى كده لو في زيادة ولا حاجة ننشيلو انا عطوحها كده زغيرة تقدروا برضو تكبروا الحجم شوية او اا تزغروا ده عادي يعني ده براحة تكون كده خلاص خلاص اتها دخلها بقى الفرن على اا حرارة مية وستين ونحطها كده في يعني الشبكة اللي في النص 10 دقيقة كده ونطلحها يعني وكده خلاص هي استويت ما شاء الله بجد يعني بجد حاجة جميلة جدا وكمان اا مش معمولة اا بدون كتير معمولة بدون صحية واا احنا لينا زيت زيتون ولينا ثمنة ولينا زبدة فنستخدم عادي بس ايه يعني يعني ما نقطرش يعني ناخد كده ايه لو خدنا زبدة ناخد حوالي ربع كبية اا سامنا نفس الكلام اا زيت زيتون اا ناخد كده تلات معيلة اربع معيل عادي طبعا احنا مش هنجيب الكحكة والمعمولة والحاجات دي فمن بره من المحل اا معمولة بدون صحية فاحنا حاجة عاملنا على قدينا ناكل منها اا براحتنا كده الكحكة التاني ما نقدرش ناكل منه حتى واحدة احنا لو كاننا واحدة عن زيت بجد الكحكة ده بيتخان جميل جدا ومقدير وبسيطة يعني اا سميت دقيق اا بيكينك باودر والزيت بس يعني يعني حاجة عاملين على قدينا وعارفين عاملينها ازاي ويا رب الفيديو كنا عجبكم بتوصوش بقى تحطوا اللايك اا عشان كل ما نازل الفيديو جديد يوصل لكم ان شاء الله باذن الله اا اليوم من الجين دول كده كل يوم اعمل حاجة اا يوم كحك يوم بتفور يوم بسكوت كده يعني اماموا ان احنا ايه هندلع فضاية تاني واندلع نفسنا يلا بي بوي